السلام عليكم حباب قلبي يا رب تكونوا بخير فيديو النهاردة هيكون عن استقصال الرحم وده من أنواع الفيديوهات المهمة وهيكون بشكل 3D Animation واضح وجميل جدا وأتمنى قبل ما نبدأ ما ننساش نضغط لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان الفيديو يروح لناس تانية غيرنا وهم كمان يستفادوا وفي البداية كده عايزك تعرف إن الجهاز التناسولي للأنسة بيتكون من المهبل وعنق الرحم والرحم وقناة فلوب وآخر جزء وهو المبيض وكل جزء في الجهاز التناسولي بيكون ليه وظيفة معينة بدونها الحمل والدورة الشهرية هيحصل فيها مشكلة وعملية استقصال الرحم الأم بتضطرت الجألها في حالات خاصة زي لو حصل نزيف شديد في الرحم سواء بسبب إصابة أو مرض معين واستقصال الرحم بسبب السرطان بيكون شائع جدا السرطان ممكن يصيب الرحم أو عنق الرحم أو المبيض أو أي جزء في الجهاز التناسولي وفي حالة لو الأدوية ما جابتش نتيجة فلازما يتم استقصال الرحم قبل ما تحصل مضاعفات كبيرة بيتم تخدير الأم تخدير نصفي وأحيانا تخدير كلي وعن طريق البطن بيتم إدخال بورتس أو اللي احنا بنسميها منفذ ومنها بيتم ضخ غاز ثاني أكسيد الكربون علشان البطن تنتفخ والرؤية تكون أوضح وبعدها بيتم إدخال المنظار الجراحي وعمل ثلاث منافس تانية الغرض منهم إدخال الأدوات اللي هنعمل بيها الجراحة والأدوات دي بتكون مرنة جدا وعندها القدرة إنها تتحرك بتلتمية وستين درجة والاستقصال هنا بيكون على حسب حالة الأم وحالة الورم ممكن الورم يكون على سطح الرحم وفي الحالة دي بيتم حقن الورم بأدوية ألل من النزيف وبعدها بيتم قطع الحواف وإخراج الورم مع خياطة سطح الرحم وفي حالة لو الورم كان موجود داخل الرحم فبنتطر نستقصى للرحم وبنسميه استقصال الرحم الجزئي إنما في حالة استقصال الرحم الكلي بنستقصى للرحم وعنق الرحم وفي حالة استقصال الرحم الجزري بنستقصى للرحم وعنق الرحم المبيض وقناة فلوب وممكن جزء من المهبل مع أجزاء من العقد اللينفوية ودي هيكون ليها فيديو خاص بيها هنتكلم عنها بالتفصيل والأجزاء اللي احنا استقصلناها بيتم إخراجها عن طريق فتحة في المهبل وبعد انتهاء الجراحة بيتم خياطة الفتحة دي مرة تانية وفي الحالة الأولى تنفع الأم إنها تحمل مرة تانية مفيش مشكلة إنما في باقي الحالات ماينفعش لأن الرحم ما بيكونش موجود وبكده حابا يبقى لبيكن فيديو النهاردة خلص واللي حابب يشاهد فيديوهات أكتر بشكل 3D animation فأنا سيبلكم قيمة بكل الفيديوهات تحت الفيديو في صندوق الوصف وأتمنى لو استفدتوا ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر